مبارك كل الإصلاحات التي تقع في تونس الإصلاحات التي تقع في السعودية يعني الأمن الموجود في بلدك السعودية يشرف في منطقة كلها كذلك المبادرات والإصلاحات التي تقع في الجزائر الشقيق وفي كل البلدان هذومة من نجم أنا إلا يعني عدد القتلى في الجزائر مثل عدد سكان قطع أنا اللي يهمني مش النظام اللي يهمني هو المواطن العربي المواطن العربي في تونس اليوم يعبر بصراحة عن حقوقه اليوم أعطيك مثال جواز السفر اليوم من حيك القاضي في تونس هذا يعني نطاق هذا أمور اليوم رخصة السياقة في تونس بإنحاءها إلا القاضي هذا الأخل الاستدعية يجب أنك تعرف ستين في المئة يعني من المرأة التونسية موجودة في الجامعة اليوم يعني ثلاثين في المئة من المجال الجهوية يعني ممثلة هذا نقول أنا دول ما تحترمش حقوق الإنسان وهذا بالنسبة لي الدول هذي يقول داخلها ما بتخاف ما بتخاف من ربك يا محمد العربي زيتون ما بتخاف من ربك اسمع هلا لأثر عن حقوق الإنسان اتق الله يا رجل هل تحترم الملفات الليخ يا كلها من الإنترنت Michal recovery دكتور محمد ده نقول لك تاقي ربك يا رجل تاقي ربك أنت عبتظم العرب حكام العرب تعبتظم الدول العربية قول كلمة خير كلمت خير يا سديق عبد الرحمن السديس ابن عم إمام الحرمين ابن عمه ثلاث سنوات سجن بدون تهمة لحد الآن في السعودية سليمان العلوان أربع سنوات شيخ معروف وأنا أخبرك على أسمي معروفة الآن اللي ليس معروفة رهي بالآلاف وصدقني لما دعوتوني للبرنامج وكان الوقت ضيق كتبت إيميل سريع لصديقين قلت لهم رجاءً هل فيه معلومات إضافية؟ كانت عندي معلومات كثيرة فجأتني مئات أقول لك مئات الإيميل ما قدرش نفتح وجأتني مئات الوثائق على ناس دول العربية كل الدول العربية عشرين سنة كان اللي عندها عشرين سنة لأن الصديقين بعثوا الإيميل لبعض المنظمة عشرين سنة يا رجل عشرين سنة أعطيك مثال في السعودية الدكتور وليد سناني اثنى عشر سنة مجرد رأي أبدأ رأي في قضية الآن اعتقلوا مع ابنه ضموه إليه وها هي سعودية انضمت إلى المجلس بس يا أخي انضمت إلى المجلس كويس قال لك الأمن الجيد مستتب مستتب وشرف شرف لنا قال لك آآ ياسر القحطاني داعية الغامدي وسالم الدوسري طيب ماذا نصالح يعني والأسماء لا وآخرها تصل بي قبل شوية واحد بالتليفون اعتقلوا في مكة شخص اسمه الشيخ محمد ابن موسى عبد الله العامري المشهور بالشيخ البيضاني شيخ مشهور في اليمن والرجل تصل بي من اليمن الرجل في مكة راحت له المخابرات تسألوا ما رأيك في العمل الخيري؟ قال لك أنه لم يقل شيء قال لهم كويس ومش كويس يعني حتى يهرب من المعتقل الآن ولا يدرع عنه لا يدرع عنه والرجل مشهور ومعروف وهو عضو في الحملة العالمية بالمناسب الحملة العالمية لمكافحة العدوان مراقبة الخطبة الآن في السعودية خطيب الحرم خطيب بكة خطيب من المدينة أقدس مكانين للمسلمين يأتيه الخطبة من ديوان الملكي يكتبها موظف تعبان في الديوان يكتب الخطبة كما يرسلها له وإياك ثم إياك يا خطيب أو يا إمام أن تغير الخطبة لأن شفنا خطيب المدينة قبل أيام لو لا تدخل وسائل الإعلام لا أقصية تماماً يا دكتور فيصل والقائمة طويلة القائمة طويلة أنا فقط لا تكلمت كثير أخي خليني نفضلك حرم الله والقائمة طويلة قبل شوية جاتني رسالة يقول لك هذون 25 سعودي من الجوف في سجون الجوف ما بحثوا سعودي الجوف تهمتهم إيش؟ ألقوا القبض عليهم في سوريا وجودهم في سوريا أصبحت تهمة قال أن النيتهم ممكن يرحوا للعراق بالنية تحاكم الناس بالنية هم يفتحون مجالات الجو والطيران والأسطول السادس والسابع والخامس من أراضيهم من أراضي مصر والسعودية والإمارات والكويت وقطر وإحنا إيش نعمل؟ إحنا هذو راحوا للسعودية للسوريا عندهم ثلاث سنوات سجن شباب من 18 إلى 25 سنة هذا لازم يخرج إرهابي لو ما خرج إرهابي ما يكونش عاقل أنظمتنا تصنع الإرهاب أنظمتنا تغذي الإرهاب أنظمتنا تدعم الإرهاب أنظمتنا أنظمة عنيفة وإرهابية وبالتالي تنضم إلى حقوق الإنسان وتنضم لحقوق الإنسان شكل صورة حتى تغطي ماذا؟ وهم يقول لي الغرب ما الغرب؟ الغرب اللي قاد تكلم لي عليه أنت وتقول لي هما هناك الغرب هذا الغرب ونتكلم جيدا عن الغرب الرسمي هذا هو صانع هذه الحكومات ومساعدها ودعمها هذه الحكومات عاملة له النظام التونسي وهو يعلم أن قضية فلسطين من أهم قضايا التونسيين سيجاب المجرم شارون دعاه باش يجي للمعلوماتية وفي نفس الوقت كانوا الأشراف تونس يعتقلون ويسجنون ويعذبون نظام المغرب وهو يعرف كم هي قضية فلسطين في قلب الفلسطينيين ورئيس لجنة القدس ورئيس لجنة القدس مفتوحة المغرب للصهاينة كما يشاءون نظام الجزائر مع فلسطين ظالمة ومظلومة أتدري يا فيصل كانت هناك مناورات قبل أسبوعين مع إسرائيل ناهيكة على فرنسا وأمريكا والجزائر أصبحت ملعب للحلف الأطلسي ولعبث فرنسا ولعبث أمريكا قال هذه الأنظمة ويأتي وتقول لي الكاس نصف مليان ونصف فارغ وأنت متشائم أنا نقول لك هذه أنظمة كسرت أوطان حطمت مجتمعات حطمت شعوب الجزائريين الآن عندنا 30% بين يا إما مجانين يا إما مختلين عندنا 70% مرضى